فتحت المؤسسة التشريعية أبوابها أمام مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أمسن الاثنين لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين العثمان الأربعاء الماضي جلسة المناقشة التي دامت زهاء الأربع ساعات والتي استخدم فيها مبضع التشريح والتدقيق في مضامين البرنامج الحكومي خلصت إلى ولادة مصطلح جديد في القاموس السياسي المغربي يدعم التصريح الحكومي وهو ما أطلق عليه بالمساندة الرشيدة لهذا قررنا طبيعيا المساندة الواضحة والصريحة للحكومة مساندة راشدة ومرصرة وناصحة افتتح النقاش طبقا لمقتديات القانون الداخلي للبرلمان بكلمة رئيس فريق الحزب المتصدر للانتخابات والتي جدد من خلالها إدريس الأزم الإدريسي رئيس فريق العدلة والتنمية العهد والعزم على مواصلة النظال والإصلاح في إطار الاستقرار وفي نطاق الوفاء للمؤسسات والثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية ومن خلال دعم ومساندة البرامج الحكومية لتليها كلمة حزب الأصلة والمعاصرة والتي كانت شاردة هذه المرة وبعيدة كل البعد عن موضوع النقاش وتخوض في الحياة الشخصية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد وتتهم رئيس الحكومة بالكذب والتضليل ليظهر بوضوح أن الحزب المعارض فاقد للبوصلة نظرا لغياب الكفاءات داخل هياكله موقف آخر بات واضحا بعدما كان يلفه بعض الغموض والحديث هنا عن حزب الاستقلال الذي أكد نور الدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية على الالتزام بقرار مجلسه الوطني الذي سبق له أن أعلن مساندته النقدية للحكومة الجديدة فيما مالت فرق الأغربية إلى مساندة الحكومة في برنامجها